اشتركوا في القناة 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 والفضل اثر المتفضل والوجود اللي نحن فيه اثر الموجد المفروض شغلنا واهتمامنا كله يكون بصاحب النعمة بصاحب الفضل بصاحب الايجاد وليس بالنعمة والفضل والوجود معروف الكلام هذا عشان كده الشيخ بقول كيف يتصور يعني كيف يتصور في عقل العاقل ان يحجبه شيء وهو الذي اظهر كل شيء والظاهر هو الباطل ما بطن في عالم الغيب هو الذي ظهر في عالم الشهادة فحياض الجبروت متدفقة بانوار الملكوت انظر جمالي شاهدا في كل انسان الماء يجري نافذا في اس الاغصان تجد هذا الماء في كل جداوله ماء واحدا ولكن الزهر الذي ينبت من الاغصان الوان يا عجبا كيف يعرف بالمعارف من به عرفة المعارف كيف يعرف بالوسائل من عرفت به الوسائل كيف يعرف بالنعم من تفضل بالنعم يعني اللي هو افاعظ الاشياء يكون دليل على الاشياء ولا يمكن اطلاقا ان تكون الاشياء دليل عليه ان تكون الاشياء دليلا عليه مفهمس الكلام هذا عشان كده جاب المثل الثاني مهم عجبت لمن يبغي عليك شوف هنا كيف يتصور ان يحجبه شيء وهو الذي اظهر كل شيء كيف كيف يتصور ان يحجبه عنا شيء وهو بس البسبب بدهو شفنا كل شيء مثلا النور بتاع الشمس نور النهار جميع الاشياء عندما نكون في الليل باقينا المجردة بنشيفها الوقت نور بتاع الشمس ده يطلع الاشياء من يشيش معنا لما من يشي فان اذا الاشياء دي ظهر الليلة باقي نور الشمس ولا نور الشمس ظهر الليلة باقي الاشياء ما شاء الله هل من الانصاف الانسان ينسى نور الشمس ويقول متمسك بالاشياء من ناحية النورية ما هو من الانصاف فكما ان الاشياء ظهرت وانكشفت لنا بنور الشمس هكذا الموجودات ظهرت وانكشفت لنا بنور الموجك اللي هو الله تبارك وتعالى ما كونت الكلام هذا؟ عشان انتقل للحكمة التانية وهي عشرة امثلة جابها الحكمة التانية قال فيها شنون كيف يتصور ان يعجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء جاباء الجرهن ظهر اي تجلى وتعرف لخلقه بكل شيء تنوع الاشياء وتعددها انما هو بتنوع وتعدد اوجه التعرف الالهي لخلقه هذه الاشياء تعددت وتنوعت لان الله يريد ان يتعرف لعباده من كل باب من الابواب ومن كل مدخل من المداخل فمن هنا تعددت الاشياء وتنوعت الاحوال هذا التعدد وهذا التنوع سببه ارادة التعرف للخلق في جميع هذه الابواب فكما جهلته في كل المراتب يجب ان تعرفه في كل المراتب بباء الجره اي تجلى بكل شيء فلا وجود لشيء مع وجوده وكيف يحجبه شيء معنى هذا الكلام ان انكشاف هذه الاشياء كلها مع تعددها ومع كثرتها فيها المضيء وفيها المظلم كده ولا لا لكن مع ذلك هذه الاشياء كلها ظهرت بوجود الشمس لو طلعنا الشمس من الوسط خدناها هيمشي معها النور وبذلك تمشي معها الاشياء حيث لا نراها ولا ندركها ولا نميزها كده ولا لا اذا هذه الاشياء التي ظهرت لم تظهر الا لكونها حجوب تجلى الحق تبارك وتعالى على من يريد ان يتعرف لهم من خلالها مفهوم الكلام هذا هذا مراد بقلت فلا وجود لشيء مع وجوده فكيف يحجبه شيء اذا كانت الشمس وحدها هي الكاشفة لهذه الانوار وما في شيء معها اذا كيف في شيء بحجبها ما في شيء مع الله طب ازاي ان نحجب عنه اللي بالوحمة القادة والغرض ان لا شيء قال صاحب العينية الابد الكريم الجيلي وهو من احفاد الشيخ ابد الكريم الشيخ ابد القادر الجيلاني بيقول تجليت في الاشياء حين خلقتها فها هي ميتت عنك فيها البراقع تجليت اي ظهرت في الاشياء اي بالاسماء حين خلقتها حين خلقت الاشياء التي تجليت بالاسماء عليها فها هي الاشياء ميتت عنك اي وجدت من نورك فيها البراقع فيها الحجب التي تمسق وجود الاشياء لان هذا النور لو انكشف على حقيقة هذه الاشياء التي نسميها فرقا والتي نسميها خلقا والتي نسميها كونا لان دثرت وتلاشت وتدكتكت وصارت محض العدم وفمس الكلام هذا ثم ذكر الثالث فقال كيف يتصور ان يهجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء بيقول لك اذا كانت الاشياء الظاهرة هذه قل ما هي نفسها آثار عاجزة عن ان تكون سببا لظهور غيرها اذا المؤثر فيها والفاعل فيها هو الله اذا الله تبارك وتعالى ظهر في هذه الاشياء كلها بفعله وبإيجاده وبتصرفه ارفنا كده اذا كيف يتصور ان يهجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء لاننا نفينا الفعل عن كل شيء وقلنا دليل الوجود الوحيد للعقلاء هو الفعل لان الفعل يصدر من الفاعل الحقيقي الذي يعلم غاية المفعول ويعلم نهاية المفعول ويعلم ما ظهر منه كما بطن منه ويعلم ما هو عليه قبل وجوده وما يترتب في الوجود بسبب وجوده وفيه هو بسبب وجوده وهذه خصائص لا يمكن ان تتحقق إلا لله وحده في شانده هذه الأشياء مع كثرتها الذي ظهر فيها هو الله تبارك وتعالى ليس المرات هو ظهور حلول ولا ظهور انتحاد لان هؤلاء الأئمة لا يؤمنون بالحلول ولا يؤمنون بالانتحاد لنفهم الأشياء فهذه الأشياء لو لا ظهور نور الحق فيها لما كانت موجودا مفهوم سيكلام هذا؟ أي كيف يتصور أن يعجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء بالضبط قدرته وحكمته أي هو الذي ظهر بقدرته بفعله وحكمته قدرته بإرادته للأشياء التي تحدث وحكمته أي بقدرته التي يبرز بها الأشياء التي تحدث لأن الأشياء أثبتناها بفعلها أثبتنا هذه الأشياء بفعلها أثبتنا مثلا المؤثر بأسرة إذا كان كده هذه الأشياء كلها أثار ليس فيها شيء فاعل الفاعل فيها هو الله تبارك وتعالى إذن المعنى الحقيقي لكل موجود هو ما فيه من القوة هو ما فيه من القدرة هو ما فيه من الحكمة والقدرة والحكمة مضافا إليها القوة ليس شيء منها للعباد وإنما هو لملك العباد وخالق العباد معروف سيكلام هذا بعدين ما شاهد في الشاشة بقول شنوه القدرة باطنة والحكمة ظاهرة القدرة باطنة والحكمة أي الجمع باطن والفرط ظاهر المعنى باطن والحس ظاهر الحق باطن والخلق ظاهر لأن أي شيء يحدث حسب الظاهر يقول فلان قالك وفلان سوك لكن لما بنفكر شوية بنعرف أن قول فلان وسوات فلان بتستنت وبتعتمد على أمر أو على قوة عليا تحجل الكلام ذا كله هي اللي فعلتك وهي اللي قالتك القوة دي مين الله وحده لا شهد الكلام إذن الظاهر خلق ولكن الباطن أي اللي بتزدؤ منه الأفعال في الباطن هو الله ولكن في الظاهر تزدؤ من الناس الناس إنه زاد من hac ولكن عندما ترجع بتلقى هذه الأمور كلها صادرة من جهة وحدة بس هناك في أسباب ممكن العارفين فكروا طفل أنا ليه يختاروني مثلا لتلقي هذه الأشياء ليه اختاروني أنا أبقى مظهر لهذه الأشياء ليه اختاروني أنا أبقى معون مثلا لتلقي هذه الأشياء لكنه عالم أن فعلا هذه الأشياء جاءت من قوة عليا جاءت من الله تبارك وتعالى وليس لفلان ولا لعلان قدرة لأن يعمل أو يفعل أو يترك أو يسوي أو يئذي أو كذا أو كذا أو كذا ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي فعل ولكن اختار هذا المظهر اختار هذا المظهر محلا لظهور هذا الأثر وانت كمان محلا لوقوع الاثر عليه طيب ليه اختاروك انت محل لوقوع الاثر عليه هذا هو السؤال حين بيرجعوا لي الله تبارك وتعالى العارفين بازدادوا عبودية بازدادوا خضوع بازدادوا خشوع بيرجعوا لي الله تبارك وتعالى وبسلموا لي وبقولوا نحن محل للأصاب ندا ومحل كمان للأكبر من الأصاب ندا معروس الكلام هذا تحقيقا لمقام العبودية فالوجود كله بين قدرة وحكمة الوجود كله اذا كان راجعة تلاقي بين حقيقة وشريعة او بين ظاهر وباطن او بين جمع وفرق او بين حس ومعنى الى اخرة القدرة راجعة لما يبطن والحكمة راجعة الى ما يظهر وبين جمع وفرق وقد تقدم قول بعضهم ما رأيت شيئا الا رأيت الله فيه ما رأيت شيئا الا شهدت الله فيه الرؤية هنا بمعنى الشهود اي شاهدت الله فيه دا اذا اردت الزات او رأيت الله فيه اذا اردت القدرة وهو هنا مريد للقدرة اذا الرؤية على بابها ما حمز الكلام هذا اذا قلت انا ما رأيت شيئا الا ورأيت الله تبارك وتعالى حال حضوري او وجودي في ذلك الشيئ هنا المراد المشاهد واذا قلت مثلا ما رأيت شيئا الا ورأيت قدرة الله فيه فقدرة الله ظاهرة في كل شيء قدرة الله ظاهرة في كل شيء وقدرة الله هنا من المراد به كونه خلقت لا المراد ان هذا الشيء مهما كان صغير مؤثر في الوجود حتى الضراء حتى الضراء توجه لها اوامر من الله وتنفذها فيك تمنعك النوم انت بجد رداتي هسي في ظهرك تكون انت سيدنا ميسا كده ولا لا امر اعطوها لدي تقلقك تعملك لسبب من الاسباب انت لو كنت حكيم ساعته تعرف طب ايه المطلوب من النئسة في الوقت ده بتكون بسأوليك حاجة تعرف انه فعلا طلبوك بشيء فما من شيء من الاشياء الا وقدرة الله فيه مش معنى ان ذاته ذاته دليل على قدرة الله لكن ما يحدث فيه وما يجري منه ايضا تراه كأنه باب تشوف كل الاوامر والامور اللي بتصدر دي كأنك بتشيف ليه كده ابواب بتيجي منها ضروب بتيجي فوقها من طول الحضرة الالهية بحيث ما تخلي في قلبك اي شيء يرجع لي غير الله تبارك وتعالى الله وحده خلق الله وحده فاعل الله وحده متصرف انت نفسك مؤثر في الكون وفاعل في الكون كما انك متأثر في الكون ومنفعل بالنسبة للكون لكن تأثرك وتأثيرك وفعلك وانفعالك كلها في الحقيقة بانقسما بين حكمة وقدرة ما يظهر منك حسب ما يبدو حكمة ولكن عندما تمعن النظر تلاقيه صادر من الله فهو قدرة الى احد اي بقدرته وحكمته بالضبط ولولا ظهور انوار الصفات ما عرفت الذاته فلولا ظهور انوار الصفات لما قدرنا وصفنا الزاد لان الزاد مثل الشمس لا يستطيع احد ان يراها ولا يستطيع احد ان يصفها لان اذا ما شفت الشمس تقدر تصفها ولكن الله لما اراد ان يتعرف لنا تعرف بصفاته فعرفناه من خلال الصفات هذه الصفات في نفسها معرفتنا به تنزل ورحمة وفضل من الحق تبارك وتعالى اشان نعرفه فعرفناه انه الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الحنان المنان البديع الفعال لما يريد الى اخرة اعرفنا بهذه الاسماء لكن لما تقول لي طيب حقيقة كيف ما اعطرش اقول لك حقيقة ازاي لانه لانه عندما نصل الى حقيقة فما في انا ولا انت حتى واحد من يدي التاني خبر معروس الكلام هذا ولولا الحس ما قبضت المعنى فعلا لولا الحس لما استطعنا ان نقبض المعنى لما قبضنا المعنى لما مسكنا المعنى فربنا تبارك وتعالى جعل في الماء الري جعل الري الروى والشبع خلق من خلق الله لا علاقة لهما بالاكل ولا علاقة لهما بالشراب ولكن الله تبارك وتعالى جعل الماء مظهر لهذا الشيء لبروي مظهر للروى كما أنه جعل الطعام مظهر للشبع ولكن عندما يريد بأكل ناسه بشرهم بيزجيهم وكذا كذا بدون ما يأكلهم عيشه بدون ما يزجيهم موين حاصل ولا لا؟ أو سيدنا عيسى عليه السلام عايش بدون أكل وبدون شراب كده ولا لا؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياناً بيعيش أيام بيجمع بين صيام الليل وصيام النهار وبقول لنا ما كحيئتكم أبيت عند ربي وطعمني ويسقيني طب بأكل يعيش وألمي زي ما أنتم تخيل لا مفهوم الكلام هذا؟ أي ولولا الكثيف ما عرفت اللطيفة ما عرفت ما عرفت اللطيفة ولولا الكثيفة البنلمس ده الماء بنلمسناه بتقدر تعرفها ولولا بيشاف لما عرفت الماء بنشاف هذا معناه ولش اشتريه رحمه الله محموبي قد عم الوجود وقد ظهر في بيط وسود وفي النصارى مع اليهود سبحان الله وفي الخناذير مع القرود وفي الحروف مع النقط افهمني قط افهمني قط افهمني قط طيب المحل ده لازم نوقف معه مولانا الششتري شوية فيه عشان كلام شوية خشن وكلام شوية صعب علينا أن أخلي كده الششتري رحمه الله مجذوب وبتكلم عن حكم الله العام الله تبارك وتعالى من حيث أنه قادر مريد أراد وقدر بالنسبة لوجود الأشياء ما بلزم زم ولا بلزم عيب ما في إنسان بشك في أن اليهود والنصارى والخنازير والقرون والحيات والعقارب كل دي خلقها الله تبارك وتعالى واللي في دي خالق غير الله إذن كلها في الحقيقة عندما تراها دلالته على الله تبارك وتعالى إطلاقا مش أقل من دلالة المسلم المؤمن الضائع والصالح والسكر والعسل والعيش اللي من أكلها أبدا دلالة الأشياء المستقرة دي على الله ما أقل من دلالة الأشياء الطيبة اللي بنحبها دي على الله فالكل في بابهم ما الشيء سوى لأنه هو اللي أوجدهم عندما ترى الزين بتلفكر الله وعندما ترى البطال كمان بتلفكر الله ولكن الله تبارك وتعالى ضرب ببعض الوجود مثلا لبعض الوجود عندما ترى المستقيم عشان تبقى زين وعندما ترى المعوج عشان ما تبقى زين وبوريك سلطانيته زينك ما بيزيد ملكة بشيء فسل الفسل ما بنقص ملكة بشيء وملكة كامل كمالة وجود المتناقضات المتغيرات دي فيها لشان دا قال ليك في أول سورة ما ترى في أول تبارك في خلق الرحمة أني منتفاوت فارجعي البصر ها هل ترى من فطور ثم ارجعي البصرة كارتين ينقلب ليك البصر خاسئا وهو حسين معنى هذا الكلام أن الحكمة والقدرة كلاهما ظاهرات في كل المخلوقات في الطيب وفي الفسل عندما تقول أنت بتتذكر الله تبارك وتعالى في الهيل بس ولا تتذكر الله والتي أرف بس في الزين بس دا أنت بجين من الناس اللي الله قال فيه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن صابه خير يطمئن به وإن صابته فتنة انقلب على وجهه فسر الدنيا والآخرة المطلوب منك أن تعرف الله في كل مظهر من المظاهر وفي كل شيء من الأشياء فالشيخ ما قصده أن الله تبارك وتعالى هو المذكورين دون ولكن بقول قدرة الله ظاهرة في المذكورين دون كلهم واضح ألا ما واضح الكلام هذا بسم الله ثم قال عرفت قلت كلام دام اللي هو قال لك أفهمني قطي أفهمني قطي معنا افهم الشيخ إما لا ما قادر بمسك افهم قطي بمعنى كفاني نعروس الكلام هذا زي ما في حديثنا جهنم لما يضع الرحمن فيها قدمة تقول قطي قطي مثلا كفاية كفاية أو كفاني كفاني أو مليدا مليد أو الهجلي الهجلي يمت تقول لما يسألوا هل ام تلقتي فتقولوا ايه هل من مزيد طيب فبتطلق بتطلق لحد ما يضع الرحمن فيها نوع من خلقه اللي بملاها بيا عندما يملاها بيا فبيحصل اللي بيحصل ده بتقول الكلام ده قطي بمعنى افهمني انا كده كفاية ما قادر ازيد عن الكلام اللي قلت ده وكلام ده كله في حقيقته ما في فيه اي شي مخالف للعقيدة ولا مخالف لشي لانا بقول ليه كه محبوبي قد عمل وجود بشهنه بقدرته بنوره بفضله بجوده وقد ظهر ظهر اثر النعمة او اثر قدرته ظهر في البيت والسود في النصارى واليهود في الخنازير مع القروض جاب مثلا سود يهود قروض عشان في مقابل السجع بس لا اثر ولا اقل قصد انه ظهر بقدرته في كل الاشياء هذه وفي الحروف مع النقط افهمني قط افهمني قط افهمني قط مع ماروس الكلام هذا ثم قال عرفته طول الزمان ظهر لي في كل اوان وفي المياه والدلوان وفي الطلوع وفي الهبوب افهمني قط افهمني قط هذه كلها كلام واضح يعني انه ربنا تبارك وتعالى بينوره ظهر لي في الاشياء ذي كلها ما في شيء بيجيب مع دول الله ايه انه وقعت على شيء بيجيب الشيء الطوال ليه الله تبارك وتعالى اللي هو مصدر هذا الشيء والمطلوب من العارف ومن الولي ان يكون كذلك وليس المراد ان يصل الى هذه الاشياء ويجيب معها والصوفي اللي بيقول لك ما تجيب مع الاشياء ما بيقول لك الاشياء هي معبودة مستحيل فاهمين كلامي ده عشان كده معرفة الصوفية هي ان كل ما سوى الله فهو عدم معك والموجود هو الله ده بارك وتعالى اذا جاهدت في الطريق وصلت الى هذا اذا ما جاهد فبتكتفي انت بالدعاوى وبالكلام اللي هو ما بيودي ولا بيجيب زي ما بيقوله هذا كلام ما محصل يعني ثم ذكر الرابع فقال كيف يتصور ان يحجبه شيء وهو الظاهر لكل شيء بيقول لك تاني جاب كيف يتصور ان يحجبه شيء وهو الظاهر لكل شيء جاب لام الجر اي المتجل لكل شيء باسرار ذاته وانوار صفاته ولما تجلى لكل شيء وعرفه في الباطن كل شيء سبح بحمده كل شيء فلم يحجبه شيء عن شيء قال الله تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده كيف يتصور ان يحجب العارف عن الحق تبارك وتعالى شيء وهو الظاهر لكل شيء فجاء ظهور لكل شيء سبحه كل شيء معروس الكلام هذا وبيقول وان من شيء الا يسبح بحمده لكن رحمنا قال ولكن لا تفقهون تسبيحه لما من هنا بنجد كثير من الناس يقول لك القرى بتقول كذا دم احيانا ربنا لما يريد يسمعك من المخلوقات تسبيحه لكن دمه التسبيح اللي هو قوله لانه لو كان جائر بألف أقلاق في الدنيا لما قال ولكن لا تفقهون تسبيحه مهوم الكلام هذا حيث انه نفع عنك الفكر لهذا التسبيحات فهمه ولكن لا تفهمونه ما دمتم لا تفهمونه اذا اذا ظهر لوليه من الاولياء تسبيح اسطوانة ولا تسبيح باب ولا تسبيح شجرة ولا قصعة هذا التسبيح نوع من الإكرام من الله تبارك وتعالى لذلك الولي تجلى به له وليس هو التسبيح الذي شغل الحق به كل شيء الا اشار لي حينها لان هذا التسبيح اللي اشار ليه من في عننا فهمه ما بنفهمه الفلاسفة بقوله لا زوات الاشياء مسبحة ايه نعم زوات الاشياء مسبحة لكن ما هو التسبيح اللي يقول عليه ذا معروس الكلام هذا وأحيانا واحدين منهم كان بقولوا لا تسبيح الاشياء وإقرارها ليه بالألوهية فبخصصه بالمتكلمين بس دون الجمادات وده ورضو ماهو التسبيح اللي ربنا قصد لان ربنا القصد ده تسبيح لله صادر من كل خلق الله يعني دون جماد ودون حيوان الحيوان والجماد فيه سواء ماهو الكلام هذا ايه يقول بلسان حاله سبحان المتجلي بكل شيء الظاهر بكل شيء يفقهه العارفون ويجعله ويجهله الغافلون يفقهه العارفون العارفون يفقهون أن كل شيء يسبح بحمد الله لأن الله تجلى عليه وهذا اللي يعرفه العارفون ويجهله الغافلون أما نوع التسبيح الذي تسبح به الأشياء فغنف الحق معرفتنا به وما في لنا أي شيء بأصلنا عشان نمشي نقول العرفين معروفة الكلام هذا يا ربنا قال ليك ألف لا ميم وبعدين جاب كلام انت بتعرفك قال ليك كابها يا عينصات وجاب ليك كلام بتعرفك انت تجي تقول لي لا طالما الكلام دي الجبطان كان لازم نقول العرفان انت تدخلك في العكاية دي شونه قال ما للدير بتكلم ليه وقال كلامه لنفسه وخلاك انت أفهم اللي فيه انت ده عمل بيه الباقي تعبت بيه اقرأ زي ما قال ليك لكن لما تجي تقول قصده بيه كذا قصده بيه كذا كذا انت بتتعب له جبطان وده قلة معرفة وعدم قلوغ الكمال في المعرفة لو كنت من العارفين لتأدبت معه لأنه لو أراد أن يقول ليك لقال ليك شون بترى فينا بخاف منه ولا بستعي ان الله لا يستعي وان الله لا يستعي من الحق ولا كدا لا يستعي ان يضيب مسأله والله لا يستعي من الحق قال كدا ولا لا إذن هو لو أراد أن يقول ليك الدنجر أنا معنا الكاف كذا والهكذا واليه كذا والعين كذا والقصد كذا لكن ما أراد قال لك أنا بمتحن كل أمري معك يا ابن آدم امتحان كل الناس خلقتهم مطيعين وبيفهموا عنيبه وبوجههم وبصرفهم ولكن انت أعطيتك زدتك عليهم بعين وحدة أعطيتك عين وحدة هذه العين لما تجي لها بسيها اللي بتنين لا خليتها كما تبقى بعينك الوحدة دي مارس الكلام هذا شون نهل الوحدة سويتك انت بأقلت بتفهم لشيء الأخرى أقلها ده فيه لكن أنا سكرتك انت أتعبدتك وبامتحنك بسبب أقلتك ده بجيب لك أشياء بتعرفها وأشياء ما بتعرفها لو إرفتني فيه بتعرفها وفيه ما بتعرفها انت بس سيقدي لو إرفتني بس فيه بتعرفها ونكرتني فيه ما بتعرفها كان لسه أقلتك ليه غيري فهي امتحان معروف الكلام هذا أين كيف كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء وجود جميع الأشياء من بني على وجوده هكيف كيف وجود الفرع بيبقى سبب لستر الأصل أو كمان إخفاء الأصل إطلاقا مش ممكن مادام وجود الله تبارك وتعالى سابق لوجود الموجودات كلها عمرها ما بتقدر تحجب الحق معروف الكلام هذا هو هادي يحجبها فالمهم أن تنحجب به عنه ما تنحجب به عنه فكل ما ظهر فمنه وإليه فكان في أذله ظاهرا بنفسه ثم تجلى لنفسه بنفسه فهو الغني بذاته عن أن يظهر بغيره أو يحتاج إلى من يعرفه غيره نحن حسا في الدنيا لما نشوف الكارتون أو الكاتون هادي الأشياء اللي بيعملوها مثلا الألعاب اللي بيعملوها في التليفزيون ولا كمان الكاريتاتور اللي بيرسموه في بعض المجلات وبعدين بيعرضوه في التليفزيون مثلا بنقول شيء بالحرق وبتكلم وبمشي وبدمر وبسوي لكن نحن عارفين أن الشيء ده كله بالنسبة للإنسان الصنع دماشي ولكن بيمثل مين؟ بيمثل النهار من الصنع الإنسان نفسه كاتون بس من نوع تهدي باكتر من ده لأنه ما في إنسان بقدر بغير زرة كيغوروني كبكة العدم وغير الفناة والما فيه ولكن نحن بنغالط نفسنا بس لأنه ما بتقدر تغير من وضعك كدعا وريني بتقدر تعمل نفسك كدير هل ده تغيرها من وضعك وضعك أنت الفيضة مرضيك ما مرضيك كغير اللي برضيك أنت بيقدرتك بإرادتك وحول نفسك من الحالة أنت فيها لأحسن منها تقدر؟ شونك؟ إذن أنت عارف بأنك عاجز ما في إيدك معروسة الكلام هذا ما في إيدك إذن ما دمت أنت ما في إيدك معناه كل الدنيا اللي أنت أقوب في مكان كده في رقم صغير كده وشوف شون أنت السويت فيه كلك أنت كيف السويت فيه جبت لأيك وإيه؟ إذا خلاص الأمر ماشي بلاك طيب ليه تحشر نفسك فيها وتقول أنا كمان شريل أنا معاكم لدى انتمام معروسة الكلام هذا هذه هي الحقيقة لأن وجودنا ما هو أكثر من وجود الصورة المتحركة اللي بتتحرك بإرادة غيرها وبتعمل حاجات مرسومة لها ما بتقدر تخرج منه خطوة واحدة هذا الكاتون ما يقدر ما يقدر يغير أي حاجة امشي ماشي تعالي ماشي راجع يطلع كسر سوء كلك بنفس إرادة محددة ومسبقة مش قول جديد بسوء لا لا كله كده مسجل فيه منتهي انت نفسك كل حاجات تديه جاهزة فيه وماشي فيها كل حاجة منتهية انت كما لديك أي فيها داخل لكن عشان بنفسه عنك حاجبوه عنك رحمة بيك لأن لو كان كشفوليك شافو ده بتتضايق لأن عادتك انت مثلا لما تسمى فلان مات انت عارف كان حزن فلان ما بيجيوه وكان بكيت فلان ما بيجيوه هل لو تصرف أي تصرف بيأثر في شيء طيب مع ذلك انت بتحزن وبتضايق وانت عارف أن حزنك وضيقك ده كله كلام فاضي ما له أي أثر على ما حدث جبنا الموت لكن حسن الأشياء أخرى كلها أي شيء مر لك حدث ده المفروض أنك تواجه بالفرح وبالراحة لأنه خلاص لأنه هو ما هج هو مهنك وانت لادن ومربيد إلى آخرة لكن هذه أشياء كلها هذه إنسان بإيمانة بقدر بيوصل إليها بقدر بتحقق بها أيوة فالكون كله مجموع والغير عندنا ممنوع ثم ذكر السادس فقال كيف يتصور أن يهجبه شيء وهو أظهر من كل شيء يقول له هنا المبالغة كيف كيف ربنا تبارك وتعالى كيف كيف بيحجبك عنا أو بيحجب منك شيء وهو أظهر من كل شيء أظهر من الحياب نفسه عشان دا قال لك العارفون فنو بأن لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر متعالي ما كده ورأوا سواه على الحقيقة باطلا يعني زادبا في الحال والماضي والاستقبال من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لو له عين محالي من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لو لا الحق تبارك وتعالى عين محالي إذ لا وجود للأشياء مع وجوده ولا ظهور لها مع ظهوره وعلى تقدير ظهورها فلا وجود لها من ذاتها فلولا ظهوره في الأشياء ما وقع عليها إبصار ما وقع عليها إبصار بكسر الهمزة من لا وجود لذاته من ذاته